السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب حتى ترضى الحمد لله رب بعد الرضا الحمد لله رب أبدا أبدا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآلي وصحبي وأتباع وسلم في الأولين والآخرين وكل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة وإنك تجعل الصعبة سهلة اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عندنا بقى في الفيديوهات الفيديو دا واللي جاي الميتابوليك أسيدوزيس النهاردة والفيديو الجاي الميتابوليك الكالوزيس أولا ما تسمع كلمة ميتابوليك يعني البرايماري ديستيربانس فين في البايكربونيت البايكربونيت دا هي جاية منين؟ أخذ بالك إنها جاية طبعا من الأكل اللي أنت بتاكله بتبقى أبزوربت من الإنتستان زائد إن إحنا ما بنفقدهاش في البول باستمرار لا دا أهم حاجة بقى الكيدني المفروض بتعمل ري أبزوربشن للبيكربونيت وتحافظ عليها في الدم عشان تحافظ علي نسبة البايكربونيت للكربون دايكسايد والكربونيك أسد واحد لعشرين النسبة هي جماعة كده سابتة واحد لعشرين نبص تلاقي لو المشكلة بقى حصلت في البايكربونيت إحنا في الجماعة الرسبيراتوري اللي إحنا خدناهم كانت المشكلة بتحصل هنا في الكربون دايكسايد والكربونيك أسد نتيجة الرسبيراتوري بروبلم مرة كان فيه رسبيراتوري ديبريشن فالكربون دايكسايد ده وانزاد ومرة بالعكس كان فيه هايبر فنتليشن فالكربون دايكسايد قل لأ هنا هوا يا جماعة الكربون دايكسايد أهو والبيكربونيت هي اللي فيها المشكلة نيجي النهارده الأول مشكلة في البايكربونيت أول مشكلة إحنا عندنا الفيديو ده متابوليك أسيدوزيس لو نبص تلاقي العيان دايكسايد عنده البايكربونيت المشكلة بتاعته الأسية قلت وهي البايكربونيت دي هتقل ليه هتقل حاجة من اتنين يا إما استهلكت المخزون اللي عندي استهلك فبالتالي البايكربونيت ليفل في الدم متدائل أو المصنع اللي بيحافظ عليها هو بيرجعها لي جوه الدم بايس فلو واحد عنده رينة الفيلير والبايكربونيت بتفقد باستمرار في البول ومش عارفين رجعها الدم لازم هحصل لك برايماري دي كريز في البايكربونيت وهي دي تبقى المشكلة بتاعتك بس في مشكلة تانية غير إن الحكاية متابوليك ونتيجة أب نورمال ميتابوليزم حاصل في الكليا وإن الكليا فاشلة في برضو ميتابوليزم ممكن يكون بيطلع أسد كتير يعني المثال الأولي اللي قلت الوردين الفيلير ده أب نورمال ميتابوليزم وأب نورمال فانكشن في الكيدني في الرينة الفالية فبنفقد البيكربونيت والبيكربونيت اللي تاريجال طب ما بقيت خلالك جسم بقى كلها ممكن يكون لعيب فيها بتطلع لك أسدز كتير قوي هايدروجين آين كونسنتريشن عالي في الدم طب هو الهايدروجين آين كونسنتريشن ده مش هيستهلك المخزون الاستراتيجي من البيكربونيت وبالتالي الهايدروجين كتير يعني أسدز تطلع من الميتابوليزم عالية جدا وقاعدين بنعمل لها نيوتراليزيشن بالبيكربونيت فالبيكربونيت حيقل فهنا الميتابوليك أسدوديس نتيجة حاجة من اتنين يا إما البيكربونيت ليفل قل أو الهايدروجين آين زاد في الدم يعني نتيجة أسدز تبتونتج عالية خلط الهايدروجين كونسنتريشن عالي في الدم أو البيكربونيت ليفل قليل وطبعا الاتنين ما شيء مع بعض ماهو الهايدروجين ليفل عالي حيتعادل بالبيكربونيت والبيكربونيت استهلكت فهتقل يا طرح العيان ده هوا بقى اللي عنده الهايدروجين آين عالي قوي بالمنظر ده يعني معناها أنه فيه أسدز تي كتير في الدم جات من الأسدز دي المين كوزز أوف ميتابوليك أسدوز ديابيتس ميليتس في حالات الديابيتك كيتو أسدوزز ففي حالات الديابيتك كيتو أسدوزز كميات فضيعة من الكيتو أسدز طلع من كل خلايا الجسم وطبعا الهايدروجين آين عالي جدا في الدم واستحلكلك لاحتياطي الاستراتيجي من البيكربونيت اللي قلت برضو احنا طبعا من أهم موضوعات الجراحة عندنا جماعة موضوع الشوك الشوك ان شاء الله وإحنا بناخده هتعرف مدام بقى فيه شوك يا جماعة وبالتالي فيه هاي بوتينشان جامد جدا هل التشو بيرفيوجن هيكون كويس يعني الاكسترا سيرو فليود رايح للخلايا كويس لا طبعا الاكسترا سيرو فليود كده هوا يا جماعة بالمنظر ده مش راح لها خالص الاكسوجين اعترض تعتمد الخلايا بتاعت الجسم كله على أنيروبك ميتابوليزم اللي بيطلع كميات راهيبة من اللاكتك أسد بتعملك لاكتك أسيدوزيس من الأسباب اللي ممكن تخلي العيان ده هوا يجيله دكريز جامد قوي في البايكاربونيت ما تنساش ان الباركاربونيت فيه مصدر رينال اللي هو ري أبزوربشن أو بايكاربونيت وما تنزلش في البول ونحبسها في الدم بس ما فيه مصدر كمان مهم جدا للبيكاربونيت ألا وهو الأبزوربت بايكاربونيت اللي بتمتصم الانتست ممكن عنده جماعة لأسف يكون عنده ماسيب لوس بايكاربونيت من الانتست ماسيب لوس بايكاربونيت بيحصل بقى ليه ما انت السيكريشنز اللي في الجي اي تي دايين مش جاية من طائر الدم وعندك للأسف البايل والبينكرياتيك سيكريشنز وكل الانتستانيال سيكريشنز دول كلهم الكالاين ومليانين بايكاربونيت ممكن تفقد بقى البايكاربونيت والعصارات دي كلها اللي في الجي اي تي عندك ازاي سيبير دايين بتجري بسرعة جدا وما بنلحقش نعيد امتصاصها من الانتستان فالعصارات دي كلها بتطلع وفيها بايكاربونيت والبيكاربونيت دايين باي يعاد امتصاصها من الانتستان فلو هي ماشية بسرعة قوي في سيبير دايارية حنفقد او الاهم بقى الدايارية دي تخص الجماعة بتوع البطنة احنا خلينا بقى في اللي خصنا في الجراحة الانتستانيال اوبستركشن زي ما انتوا عارفين في الانتستانيال اوبستركشن البني ادم بيرجع باستمرار فما بيرجع بيرجع انتو هانز كفتين ميزان كده هو بيرجع العصارة بتاعت المعدة اللي هي طبعا فيها الجسمي باستمرار يبقى العيان ده هو نحجيه له ميتابوليك اسيدوزيز بالمرة بقى على فكرة نقيد الكلام اللي انا قلته في حالات البيروريكستينوزيز مخرج المعدة لو تسجى رجالة برضو انا هرجع باستمرار بس برجع جاستريك اسيدتي بس ما بفقتش غير اسد فقط والعيان طبعا ده لو بيفقت اسد فقط في حالات البيروريكستينوزيز يبقى حييله ميتابوليك الكالوزيز نباصل لاقيه العيانين دول ممكن جدا جدا يكون زي ما انتفقنا العيب بقى حكاية الكاربونيت دي نتيجة رينال فلير العيب في الكالي مش عارفة تعمل ري ابزوربشن للبي كاربونيت فاما اسباب الميتابوليك الكالوزيز الكيتو اتسيدوز بتاع الديابيتس الشوك الماسيف لوس اوف باي كاربونيت من الجي اي تي في الانسان ابستركشن والدايارية وطبعا الرينال فلير الكمبانساتوري ميكانيزم بتاع العيانين دول بقى ايه الكمبانساتوري ميكانيزم احنا متفقين النسبة السابتة هي في الطبيعة ده الليفل اوف كاربون دايوكسايد اهو وده الليفل اوف باي كاربونيت والنسبة دي اذا ما اتفقنا واحد وعشرين سابتة المشكلة في مين بقى المشكلة ان البي كاربونيت قلت يا رجالة ودايما هتلاقى المشكلة في الميتابوليك في البي كاربونيت داي فملكة باي كاربونيت قلت مين يعادل بقى الموضوع دوا الكاربون دايوكسايد لازم يقل زي بنفس مقدار البي كاربونيت اللي قلت عشان احافظ على النسبة سابتة وبحافظت على البي اتش ازاي الكاربون دايوكسايد يقل في الدم طبعا هايبر فينتيليشن هايبر فينتيليشن لان طبعا يا جماعة اولا ما الاسيدوز بتحصل دي استيميوليت على طول الريسبيراتور سنتر واستيميوليشن هنا وفي الريسبيراتور سنتر تخلي العيام يتنفس رابد ديب بريزنج فنعمل ووشنج للكاربون دايوكسايد من الدم وطلعه على برا في ال اكسبايريشن زائد ما تنساش لو اتكدني طبيعية ما فيش رينال فاليار ورحاجة لو اتكدني طبيعية طبعا اتكدني اكيد هتزود الرينال ري ابزوربشن وباي كاربونيت وتمنع فقد البي كاربونيت من الدم مش كده وباس ما اتكدني كمان بتقدر تتعامل مع الهايدروجين ولا لا ايون الزيادة ده طبعا اه كدني بتقدر تخرج الهايدروجين ده في البول بس خد بالك الرينال بقى كومبانسيشن هيكون ري ابزوربشن اوف باي كاربونيت واكسيكريشن في اليورين للهايدروجين ايون بس قلتلك الهايدروجين ايون ده ما بيخرجش كده سادة يعني يطلع كده وخلاص لما ده هيطلع من الكيليا من طار الدم على الرينال سيلز على البول لازم يرجع ما كانه شحنة بوزتف الشحنة البوزتف بقى لازم ترجع من البول على خلايا كدني على البلد للأسف البوتاسيام وعشان كده قلتلك القعدة الخالدة ان العيان اللي عنده اسيدوزيس نتيجة الري ابزوربشن عشان اطلع الهايدروجين للأسف لازم هيحصل هيبر كاليميا in any اسيدوزيس العيان ده هو طبعا يا ترى ايه الكلينيكالبكشور بتاعته طبعا اول كلينيكالبكشور باين عليه قوي ال ال الهايبر زائد بقيت كلينيكالبكشور كلها زي اللي احنا اخدناها في الرسبيراتوري اسيدوزيس مع ملاحظة طبعا كنت فكرتك انه قلت في الاسيدوزيس سبحان الله وحكمته لو العيان ده هو انهمبش وتحرك حركة العضلات دي حتطلع اسيدز اكتر واكتر تضعيف للمشكلة بتاعتي فربنا بيقول العيان ده هو ايه ده ايه ده عشان كده العيان ده هو طبعا بيجيله زي ما خدنا الدراوزنس كومة والفاتيج والمسل والعيان ما بيتحركش ما بيطلعش اسيدزي زيادة زي طبعا بقيت الكلينيكالبكشور اللي احنا اتفقنا عليها في الريس بايراتروي أسيدوزيس من الفاظو دايلاتيشن في الجسم كله نتيجة الأسيدوزيس الفاظو دايلاتيشن دو في الجسم كله يعمل لك هايبوتينش وفاظو دايلاتيشن جوا كرينيال كابيتي حيزود لك كرينيال تينشن والانكريزي انترا كرينيال تينشن اه يا راسي هيدك والنوزيا والفوميتيك ماشي طب بقول لكي بقى مدام الكلينيكالبكشور بتاعة الريس بايراتروي الكالوزيس الريس بايراتروي أسيدوزيس والميتابوليك أسيدوزيس واحدة افرق ما بينهم ازاي؟ كالينيكالي النفس انا قلت لك سابب الريس بايراتروي أسيدوز الريس بايراتروي ديبريشن والعيان عنده ديسنيا وشالو رابد بريزينغ هو دا اللي خلى الكربون داكسايد يتجمع في الدم ويعمل لك الأسيدوز هنا عكسها على طول هنا جماعة المشكلة في البيكربونيت والعيان دا هوا عنده هايبر فينتليشن الريس بايراتروي سيستم بتاعه طبيعي واللنج طبيعية وما فيهاش اي مشاكل وانتفقنا طبعا الأسيدوز دايما يا جماعة بتعمل استيميليشن أوف رس بايراتروي سينتر فده يعمل لك هايبر فينتليشن ما كانش حصل الكلام دا ليه في الرس بايراتروي طيب أوف أسيدوز لان اصلا الرس بايراتروي سيستم كله في مشكلة وهو قس المشكلة وهو اللي جمع الكربون داكسايد وعمل لك المشكلة ده فالفرق ما بين diseased رس بايراتروي سيستم يجيب لك رس بايراتوري أسيدوز وفيه فرق ما بين متابوليك أسيدوز اللي هي نتيجة ابنورمال متابوليزم أوف كيدني فيلير والرس بايراتروي سيستم نورمال فساعدها فر ايه في المتابوليك أسيدوز في هايبر فينتليشن طبعا كمان العيان ده هو طبعا أكيد هنعمل له انبستيجيشن زوال لا اللي احنا متعودين عليهم طبعا شوفلي البي اتش بالبي اتش ميتر البلود جازيس بريش اوكسجين وكاربون داكسايد وميجرمنت اوف كونسنتريشن اوف بايكاربونيت والإلكترولايت ميجرز اوعة تنساها مهمة جدا العيان دا هون بقى في حالات الميتابوليك أسيدوز البلود بي اتش ياخبرها من التعريف ما الأسيدوز لازم يكون أقل من سبن بوينت سيرتي فايف سبعة بوينت خمسة وثلاثين أكيد بيش اخصلك وحنا عندنا أسيدوز الأسيدوز دا بقى عشان تعرفوا ميتابوليك ولا ريسبيراتوري طب وص على الأخ اللي تحت فالرسبيراتور أسيدوز كان الكاربون داكسايد بيع له بينما جماعة في الميتابوليك أسيدوز الكاربون داكسايد بيوت عشان يحافظ على النقص اللي حصل في البايكاربونيت والمشكلة أصلا في البايكاربونيت قلت ومعها الكاربون داكسايد قل فكاربون داكسايد أولايل تبقى دي ميتابوليك أسيدوز الكاربون داكسايد عالي دا يبقى نوع الأسيدوز دوان على طول ريسبيراتوري وهنا الكاربون ديوكسيد يجب أن أتفقدنا قل عشان يعادل البيكاربونيت اللي قلت وافتكر دائما للنسبة اللي احنا كنا متفقين عليه البي اتش بتعتمد على البيكاربونيت اوبر البرشور كاربون ديوكسيد فعشان النسبة انها ثابتة البسط والمقام لازم يقلوا مع بعض بنفس المقدار او يزيدوا مع بعض بنفس المقدار فاذا كان البيكاربونيت قلت يبقى لازم الكاربون ديوكسيد يقلل بنفس المقدار فيبقى حافظنا على النسبة وحافظنا على البي اتش بتاعتنا within the normal range ما تنساش بقى الالكتورايت ميشار زيناهم برضو اتفقنا في اي اسيدوزز في الدنيا البوتاسيوم حيحصل كلها الجسم كلها وبالذات خلايا الكيدني لازم محتاجة انها تخلص من الهايدروجين ايون الكتير فالهايدروجين ايون الكتير ده الكيدني سيلز بتاخده وبترميه في البول بس سرين السيلز بترميه في البول الهايدروجين ايون ده وتسحب مكانه زي ما اتفقنا في طيار الدم البوتاسيوم فاحنا هنا المعاملة خد ده واديني واحد زي فاحنا اديني هايدروجين ايون بوزتف للبول اخد منه بوتاسيوم ايون بوزتف مكان ده مش في الكتني بس ده بكل خلايا الجس عايزين نخلص من الهايدروجين ايون الهايدروجين ايون يخش جوه الخلايا اديني مكانه مين بقى الدم بوتاسيوم فاحنا هنا هوا في اي اسيدوز اقول للمرة المليون في هايبر كاليميا وما تنساش بقى كمان هنا العيان ده هوا اللي عنده اسيدوز ده ده هتلاقي عنده الايونيزد كالسيوم زي اي اسيدوز بيكون اعلى من الطبيعي الايونيزد كالسيوم بيكون اعلى من الطبيعي العيان ده هوا طبعا التريت انت اساسا بتاعه زي ما اتفقنا في اي هنا هوا الايكتروليت امبالانس نامرة واحد واهم حاجة تريت من توفزا كولز وبعدين اذا كانت مشكلة تكاسيدي هنا هوا البيكربونيت ليفل قليل ما تدي العيان ده بيكربونيت ترانسهيوجي والحكاية لو كورونيك بقى ممكن عيان ده هتديه البيكربونيت دهيا كاقراس اقراس عشان البيكربونيت تمتص من الانتستان وتعليلك البيكربونيت البيكربونيت ويبقى ده جماعة الميتابوليك اسيدوجيس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر